السلام عليكم تلميذ سنة أولى ثانوي إليكم مضايا نقضي عن شعر الفتوح دن فيها مقدمة معرض وخاتمة كالعادة المقدمة ظهر شعر الفتوح في عصر صدر الإسلام كغرض شعري جديد تميز بالرقة والبساطة وكان يروي ويمجد الفتوحات والغزوات الإسلامية ويدافع عن الدين الإسلامي ويحط الناس عن الجهاد أو عن الجهاد نروح الآن للعرض ساهم الشعراء المسلمون في نشر الدين الحنيف من خلال شعر الفتوح فكانت كلماتهم سهاما أصابت أعداء الإسلام قبل أن تصيبهم السيوف وتغنى المسلمون في انتصاراتهم كان لهذا الشعر أثر كبير ووقع قوي في نفوس الأعداء فكتب شعراء المسلمين قصائد كثيرة في شعر الفتوح من موضوعاته شعر الحنين الذي يعبر عن أشواق الشعر وألامه وحنينه نتيجة بعده عن وطنه وأهله كما برز شعر رثاء الشهداء الذين قتلوا أو قتلوا في معارك الفتوحات الإسلامية اتسمى شعر الفتوح بالقول الحسن والكلمة الطيبة متأثرا بالقرآن الكريم بشكل كبير واهتم به هداية الناس وتنويرهم وكذلك تميز بالألفاظ المرنة والمعاني السهلة ووحدة الموضوع وابتعد عن الألفاظ الخشنة والعصبية والسأر كما وضف أو وضف الشعر في قصائده الألفاظ القرآنية والمصطلحات الإسلامية وكذلك السنة النبوية كالنعيم والجنة والنار والأخلاق الحميدة ايتموا شعراء بوصف البلاد التي فتحها المسلمين وتحدثوا من خلال أشعارهم عن الثقافات والديانات المختلفة وكتبوا عن الحياة الاجتماعية بشكل واضح ومن أهم شعراء الفتوح كعب بن زهير حسان بن ثابت وكذلك كعب بن مالك وغيرهم من الشعراء وفي الأخير الخاتمة كان لشعر الفتوح دورا فعالا في عصر صدر الإسلام حيث أنه ساند الدعوة الإسلامية وتبليغ الرسالة وساهم في إغناء المكتب العربية بالأنماط الشعرية الجديدة التي ظهرت في دل الفتوحات الإسلامية وفي الأخير لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس وهذا فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد والموضوعات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة